اهلا بحضراتكم بعد الفاصل لسه نحكي حاجات كتيرة قوي يعني مع خالد خالد في بداية مشوارك او ما بدأت تدخل خلاص مع الفريق الاول للكلام ده كله كان معروف ان خالد جدالله بيعمل سرو باس مفيش بعد كده ومعروف انه بيشوت شويت انت اشتغلت عارسك ازاي وقلت انا لازم بقاليا باسمع مع النجوم الكبيرة دي ما زي ما قلت له كابت انه ادي الفرستايم دي في الرجاء البيضاوي لو كان كلاس المغربي وفي شوطة تانية من بره 18 جلد تاني ازاي اشتغلت عنافسك لا اشتغلت يا كابتن زي ما قلت لك كنت يعني في حاجات النواقص اللي كانت عندي كنت دايما بشتغل عليها والحاجات الكويسة لواحدك ولا مع المدارب لا لوحدي حتى كنت بروح اوقات كتيرة جدا ما يكونش عندها تمرير اروح نادي اليوبلس لوحدي ان ازبط نفسي نادي اليوبلس اه طبعا مش لازم في النادي الاهلي الحاجة الوقت اللي انت يسمح لك تنزل في النادي اليوبلس بالزبط تكمل في الكلام ده طبعا طبعا طيب مهومة بتاعت الشوط دي دي موهبة ولا ممكن اي لاعب يناميها عنده ويبدأ يشتغل عليها لا هي في الاساس موهبة انما ممكن برضو اي لاعب ده العيب ده شويت يعني ايه شويت شويت يعني هي موهبة وبتسقل بس لازم تشتغل عليها لازم تشتغل عليها بس ليه لان هي محتاجة ان انت عشان تشويت كويس محتاجة كذا حاجة نمرة واحد يعني قواعد الشوط تعود عليها تعود عليها وهي دي اللي بقى اللي محتاجة ان انت تتعود عليها بشكل كويس جدا ازاي بقى رجلي السابتة جنب الكورة صدري مال سنة لقدام لها مواصفات اه طبعا وش رجلي مفروض وفي نص الكورة ونظري على الكورة كويس ابي عارف الكورة هتمشي زي وشايف تحركاته جول كيبر فين وكلام ده كله بزت كل الكلام طيب مين من اللعيبة اللي انت شايفها دلوقتي هنا في مصر حاليا بتعرف تشوت على الجول كويس يعني اه لا فيه ناس بتشوت زي مين بس على فترات بس لما بيحطوا رجله في الكورة مزبوط كورة بتطلع كويس لا اللي احنا عايزين نقول عليه ان ده فعلا بيتمايز بالحتة دي بالمهارة دي ولما بيتمايز بيها صح بيكسب اي فرقة بيها لا اولايل مش يعني كنا بشوف ايه خالجة دالة بيخيجوا الكورة حطاها تحت رجله وبتحجز عليها خلاص دي جول بالزبط يعني زي جول مثلا احنا شوفناه الوقت ده انا والكورة جيالي عارف ان هي جول عارف هجيبها جول يعني والكورة جيالي قبل ما حوقفها وحشوت هجيبها جول انا عارف لا ايه السيخة دي اللي انت بتكلمين لان متعود عليها متعود عليها وعارف برضو امكانياتي وعارف وش رجلي مزبوط وما فيش حد حمدايقني حوالي فحصلح وهشوت هجيبها جول فالكورة دي انا يعني من اللي جوان اللي قبل من قبل ما تجيلي انا عارف ان هي هجيبها طيب انا حسب المعلومات انا ما كنت بشوفك في الملعب انت كنت دوبك بتمرجح رجلك مع الكورة مش بتخش بعزم جمد او بقوة جمدة او لا انت بت يعني حركة المفصل اها دي الجولة اه مع الكورة من تحت رجلي من تحت رجلي اه في المرجحة اللي انت بصابه اه طبعا بس انا عارف ان انا هجيب اجوه يعني انا بشوت وانا عارف ان انا هجيب اجوه ايه سر اختفاء اللعب اللي شويت في الفترة دي اخاله زي ما بقولك هي موهبة وفي نفس الوقت برضو اللعيبة ما بتشتغلش على نفسها في الحتة دي يعني تعرف ممكن اللعيب اللي بيشوت بصفة مستمرة لما بيلعب وبيشوت كويس زي ما قلتلك عمر السلية وحمدي فتحي بس برضو على فترات مزبوط مزبوط ممكن في النهاية التانية ممكن إمام عشور من اللعيبة برضو اللي بتصوب كويس ووش رجليه مزبوط إنما محتاجين أكتر من كده طب هل المدير الفني مسؤول مسؤولية كبيرة في المزيدين إنما عند اللعب ولا اللعب لازم الشغل على نفسه لا اللعب والمدير الفني لأن التصويب دلوقتي من خارج منطقة الجزاء يعني أحد الحلول التغلب على التكتلات دفعية ما بيجي يقولك يا أحيانا المدير الفني يقولك أنا ما عنديش كل تلات أيام مباراة هعالج الأخطاء اللي هيك هتعندي ولا هخلي اللعيبة تاخد راحة عشان أقدر رعب الماتش اللي بعدي إنت تفسر إيه الكلام ده لا يعني ممكن برضو ممكن لو كل تلات أيام ماتش لا ممكن بالزبط كده يعني مش ممكن مش في معد التمرين ممكن وهي ساعة للربع مبقاش فيها مجهود كتير هو يزبط بس رجليه يعرف إزاي لما ييجي شوت هيبقى وضع جسمه عامل إزاي شايف الجون إزاي كل الكلام ده